طبعا أنا بشهرك يا دكتور حامد وعايز أطمن برضو الناس على البعد البيئي والبعد البيئي مش فقط نتائجه بعد ما المشروع يخلص في المنطقة اللي بيشتغل فيها لأنا أيضا الناس العاملين في هذا الأمر الفضلك يعني الحقيقة فاندم النقطة اللي في يدتك أثرتها دي نقطة مهمة جدا هو معمول للمشروع دراسات بيئية على أعلى مستوى دايما العاملين في المشروع تحت رقابة شديدة جدا ورجال هيئة المودة النوية الوقاية اللي شعاية أعدى معهم ليلة نهار بأجهزتهم فيه فيزيكال بروتيكشن رائع حماية ليهم رائعة حتى إحنا يا فاندم منظمين ساعات عملهم بحيث ما يتعرضوش لجرعات عن دليمة معين بنحط العامل قدام ساعات معينة لو زاد عنها ممكن يتعرض لكن إحنا حطر له ساعات تاني حاجة سيادتك بالنسبة للمنظاية بالذات والذير كون دول محفوظين في باكت جمعيا بيمنع التسريب الإشاعي تماما المنظومة قوية جدا لإني همنا في الأول والآخر بيئة العمل وثلامة بيئة العمل بما فيها العاملين فأنا بطمن سيادتك جدا للبعد البيئي متوفر تماما ما فيش أي مشاكل بيئة ممكن يتعرضوها خلص ساعات العمل منتظمة الجرعات الإشاعية ضعيفة لا ترقى إن هي تصيب أحد لقدر الله كل شيء تقريبا محسوب في هذا المشروع الصديق تماما للبيئة طيب إنتوا لو إنتوا شايفين إن إحنا محتاجين مواد لارتداءها للعملين أو كده إحنا مستعدين نعمل ده يعني نبقى متحوتين أكتر طبعا حرسين أكتر طبعا عشان في النهاية ما هو اللي شغال بالشغال يوم ولا شهر صحيح ده شغال على طول صحيح فإحنا عايزين نبقى متطمنين من الكلام ده لدول أهلنا طبعا طبعا نتمن إن الشغل ده ملوش أي تأثير صحي على الإنسان من خلال الإجراءات اللي بتتعمل بالدراسات اللي أنتوا عارفينها تماما والمعايير المعمول بيها وأيضا بالإحتياطات اللي إحنا ممكن نحققها تماما